شباب صبايا مرحبا مين ممكن حابب يصير ممثل؟ شو الطريقة لحتى تصيروا ممثلين؟ بهذا الفيديو رعطيكم بعض النصائح حول مهنة التمثيل ورح اشرح حول بعض التقنيات اللي ممكن الواحد يشتغل عليها لحتى يطور وينمي موهبته اذا مهتمين بالموضوع تابعوا الفيديو للاخير بداية هل دراسة التمثيل كدراسة اكاديمية هي شرط اساسي لحتى الواحد يصير ممثل؟ الجواب هو لا اكيد الدراسة ما نشرط اساسي لحتى الواحد يكون ممثل وممثل ناجح والامثلة كثيرة بالعالم كله في ممثلين عالميين ما درسوا التمثيل دراسة واصبحوا ممثلين مهمين جدا في مجال السينما والتلفزيون وغيرهم حتى بالدراما السورية في اسماء من عمالقة الدراما السورية هنم مانون دارسين دراسة اكاديمية وبوقت ما كان المعهد اصلا تأسس اسماء كثيرة مثل استاذ سلوم حداد مثل استاذ بسام كوسا مثل الاستاذ عباس النوري والسيدة منواصف ومن الجيل الجديد في عنا كاريس بشار عنا نورمان اسعد وفي كمان صلاف فواخرجي وغيره نكتار تميزوا بكتير ادوار مهمة وعملوا شخصيات لا تنسى فالدراسة اذا ما نشرط اساسي لحتى انت تكون ممثل ناجح اذا كانت الموهبة موجودة عندك هلا شو الشي اللي بتحتاجول حتى تصيروا ممثلين اول شي وبشكل بديهي الموهبة طيب وممكن تصير ممثل اذا ما عندك موهبة بالوقت الحالي ممكن اذا توفر عندك الحظ والشكل المناسب لهالشي او اذا كان البابا او خاله او عمته بيشتغلوا بالوسط الفني او بيعرفونهم شي حدا قادر يفرضك طيب سؤال تاني هل الموهبة كافية لحتى تساويك ممثل ناجح اكيد لا لانه في كتار من الناس الموهوبين ما قدروا يصيروا ممثلين ناجحين وضعت موهبتهم على الفاضي لانه الانسان بحاجة لفرصة لحتى يظهر موهبته وبهالخصوص في عدة طرق اول طريقة لتظهر موهبتك هي الدراسة بسوريا في معهد عالي فنون مسرحية الناس بتدرس فيه بتتخرج وبتبلش تاخد فرص بشكل تدريجي وبعضها حتى ما كتير بياخد فرص اتنين الواسطة انه يكون عندك واسطة قوية بتقدر تقدمك بشكل جيد وتحرق خطوات معينة لحتى توصلك للمكان اللي بدك ياه ثلاثة الاسرار والابتكار الاسرار على انه يكون عندك الارادة الحقيقية انك توصل موهبتك باي شكل من الاشكال والابتكار هو ابتكار طريقة او شكل تعرض فيه موهبتك للناس وفي كتير شباب نجحوا لانهن عملوا فيديوهات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وحققوا من خلالها نجومية كبيرة وشهرة وقدروا يفرجوا الناس موهبتهم هلأ خلونا ندخل بصلب الموضوع لحتى تصير ممثل في مجموعة من النقاط المهمة لازم تكون بتعرفها منيح اول شي الفرق بين التمثيل المسرحي والتمثيل السينمائي او التلفزيوني وهن النوعين مختلفين عن بعضهم اختلاف شاسع جدا حتى طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية اللي بيدرسوا خلال اربع سنين دراسة اكاديمية الى علاقة بالمسرح باخر سنة من دراستهم بيدرسوا مادة اسمها تقنيات السينما والتلفزيون بتهيئن لحتى يصيروا ممثلين تلفزيونيين او سينمائيين لانه الحالتين مختلفات تماما كيف هنه مختلفات الاداء المسرحي بيعتمد على النبرة العالية على اطلاق الصوت بشكل واضح جدا لانه المسرح قدامك اذا كان فيه 300 شخص وانت ممثل مسرحي لازم اخر حدا قاعد باخر صف يسمع صوتك بشكل واضح وما يكون فيه كلام ضايع منه اللي حاطين سماعات شيدوا سماعات لازم يكون الصوت جهوري على خشبة المسرح وصلت الفكرة اما بالاداء التلفزيوني ما مطلوب منك ابدا يكون صوتك جهوري او يوصل لمدى بعيد حتى لو همست همس هذا الشي رح يكون مسموع وبشكل واضح بواسط المايكروفون اللي حاطه على العكس تماما اذا بدك تصرخ او في مشهد يتطلب منك انك تطلع بمستوى الصوت لازم تنبه مهندس الصوت لحتى يزبط عياراته او بينضرب المشهد كله هلا بعد ما حكينا عن الصوت بدنا نحكي عن استخدام وسائل التعبير ان كان بالوجه او بالجسد على المسرح وسائل التعبير بتختلف المسرح بيعتمد بالاداء على الحركة العريضة على اشارات عريضة بالايدين بالجسم وحتى بالوجه المكياج حتى بيكون فاقع او بيكون واضح كتير لتياب نفس الشي عكس الشي التلفزيوني بالتلفزيون ما مطلوب منك تحرك ايديك بحركات عريضة او تشتغل على ايماءات كتير واضحة وصريحة بوشه يعني اذا عم تقدي اداء مسرحي على خشبة المسرح والناس مبهرت فيه وزقفلك الجمهور ما بالضرورة هذا الاداء نفسه امام كاميرا التلفزيون يقلك الجمهور عليه برافو بالعكس بجوز يعتبرك عم تبالغ كتير وانه هذا الاداء ما نمقنع ابدا وبالتمثيل التلفزيوني فيه حجوم مختلفة ولقطات من انواع مختلفة فيه الامريكان شوت وفيه اللقطة المتوسطة وفيه اللقطة القريبة وفيه الكلوز وفيه الاكستريم كلوز يعني اذا كانت الكاميرا كتير اخذة كادر قريب على قد وشك لترسم تعابير معينة بعيونك ما بصير تعمل ابدا ريأكشينات مسرحية ولا بتبين الشخصية فيها نوع من الجنون سمير طلعت له الفيزا وقطع تذكر وسافر على ألمانيا وابض اول راتب سمير طلعت له الفيزا وحجز تذكر وسافر على ألمانيا وابض اول راتب هلا بدي احكي عن فكرة الحد الأمثل بالأداء شو هو الحد الأمثل بالأداء هو لما تأدي حالة معينة تخدم هذه الحالة تماما متل ما بتطلبه لا أزود بحيث انك تبين مبالغة ولا أنقص بحيث انك تبين جامد او مقدر توصل للحد المطلوب منك كممثل بدي اعطي نصيحة للي بدون يشتغلوا بهذه المهنة من خلال تجربتي الشخصية اذا بدك تأدي حالة ولقيت انه من الصعب جدا توصل للحد الأمثل بهالحالة نقص الحالة شوي ولا تزيدها لأنك إذا زدت راح تدخل بشكل مباشر بخانة التصنع والمبالغة واللي عم يتفرج عليك راح يقوله يا لطيف شو مفتعل أما إذا نقصت شوي فهذا الشي ممكن يمر وما يلاحظه المشاهد بشرط انك ما تنقص كتير وتدخل بحالة من الجمود واللي عم يتفرج يقول ايشو هالحيط ما عنده جنس المشاعر بالمرة لذلك الخلاصة دائما الحد الأمثل أزود لا أنقص شوي ممكن هل استخدام المراية بالتمثيل صح أو خطأ كتير من الممثلين اللي اشتغلوا على حالهم بموضوع التمثيل كانوا يوقفوا قدام المراية ويتطلعوا على تعابير وشهم بالمراية ويعملوا مثل تجارب على طريقة البكة طريقة الضحك طريقة الزعل أو الغضب يدرسوا نظراتهم بالمراية وأنا منهم ببداية حياتي المهنية كنت وقف قدام المراية وأعمل مشهد معين وشوف لأي حد أنا كنت قدران كون مقنع أو بلش تبين كالزاب كتير من أساتيست التمثيل بيعتبروا أن المراية هي مانا لأسلوب الأمثل أو الناجح لحتى تطور أدواتك أنا شخصيا ضدها الحكي والمراية ساعدتني كتير على فهم تعابير والشي وشو هو الحد الأمثل فيه بس أكيد بوقتنا الحاضر نحن ما عدنا محتاجين للمراية لأنه ببساطة فينك تحط موبايلك وتصور مقطع إليك بأي حجم بدك يا وهذا المقطع تشوفه أنت تقيمه أو تفرجي لأصدقائك ولعائلتك وتاخد رأيهم وتسألهم أي مقطع كان أدائي فيه مقنع أكتر هلأ شو أصعب شي بالتمثيل البكاء الضحك هذه بترجع لكل إنسان وطبيعته أنا مثلا بشوف أنه الضحك بالتمثيل هو أصعب شي إذا ما كنت عما تقدر توصل الضحك بشكل صحيح فبتبين تماما أنه الضحك مطالعة من قلبك وبتبين تماما أنه مصطنعة ومفتعلة شو الشي الثاني الصعب كتير بالتمثيل هو الكنترول التحكم بإيديك جرب وقف وحكي بأي فكرة أو بأي موضوع بتلاقي إيديك لا شعوريا عم تتحرك يمين وشمال وعما تحرك حركات أحيانا ما إلى أي طعمة بالتمثيل إيديك لازم تحرك بشي يناسب الكلام المنطوق بشي يناسب محور الحدث اللي عم بيصير أو بتكون حركة إيديك مجانية وما إلى أي طعمة جرب شي مرة وأنت قاعد أو عم تقدي أي مشهد تمثيلي إنك تقول ما رح حرك إيدي تماما وتخليهم هيك قدامك بشكل ثابت رح تلاقي حالك عم تواجه صعوبة كبيرة وبدك بالضرورة إما تهزون أو تحركون أو تحرك صابيعك لأنه ارتبط الكلام والأداء دائما عندنا بموضوع حركة الإيدين الشطارة عند الممثل هو إنه يوظف حركة إيدي تماما مع مضمون المشهد اللي عم يقديه ويستخدم إشارات مطلوبة منه مو إشارات مجانية هي مجرد حركة إيدين مع الحكي واحدة من الشغلات الصعبة جدا أحيانا بالتمثيل واللي هي ممتطلب حكي أبدا هي ردود الفعل أو الرأكشنات لأنه بالتمثيل التلفزيوني المشهد ما بيتاخد كله مع بعضه مرة وحدة يعني أنا عم بحكي حكي واللي قدامي عم يحكي جمل تاني عم يرد فيه علي هدول بتصوروا لحال وهدول بتصوروا لحال جمله لازم يكون فيه إلي علي رأكشنات وجملي لازم يكون إله علي رأكشنات والرأكشنات هاي بتتصور لحالة منفصلة يعني تماما التصوير بيصير بالشكل التالي بديكون أنا واقف عم بعمر رأكشنات على الحكي اللي عم ينحكها فقط أكشن على فكرة سمير طلعت له الفيزا وأطع تيكيت وسافر صار بألمانيا وهلأ أبض أول راتبة على فكرة سمير طلعت للفيزا وأطع تسكرة وصار بألمانيا هلأ بيكون أبض أول راتب عقبالك آخر شي بدي أحكيه بفيديو اليوم هو عن كتير مقاطع بتوصلني من بعض الأشخاص اللي حابين يفرجوني إمكاناتهم ومهاراتهم بالتمثيل فبيعملوا أداء في صراخ أداء في تصاعد كتير وبيستخدموا لهجات هل الصراخ وارتفاع الصوت والتمكن من الأداء باللهجة بيعمل ممثل جيد مو بالضرورة إنك تتصاعد بالأداء وتتصاعد بالأداء وتقول أنا عم أدي بشكل كتير منيح هذا ما بيخليك تصير ممثل تصاعد الغير مبرر ما بالضرورة يحطك بخانية الممثل الجيد أحيانا عشر كلمات بشكل هادئ جدا وبمكانه الصح بيكون تأثير على المشاهد أقوى بكتير من معلقة بالصراخ ما بتحرك مشاعره على الأطلاق منيح إنه يكون عندك مهارات باللهجات بعد ما تصير ممثل أما أنه يكون عندك مهارات باللهجات هذا الشيء ما بيخليك تصير ممثل لازم تكون بتعرف تمثل أولا هديك إضافات كيف بتبكي بالتمثيل وبتكون مقنع تماما للي عم يشوفك وبتصير تعاطف المشاهد معك كيف بتركب تفاصيل الشخصية من وين بتجيب هالتفاصيل وشلون بتعمل شخصية ناجحة جدا ومؤثرة كتير شو هي أهم النصائح والإرشادات اللي في نفيدكم فيها وأعطيكم ياها قبل ما تحضروا حالكم لتقدموا على المعهل العالي في نون المسرحية كل هالشي رح أحكي عنه بالفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر